انا بقى نروح لمباراة الاهلي والشباب بلوزداد اللي كانت يوم الجمعة وتعادل الحقيقة ما بين الفريقين بتعادل انا بشوفه بتعمل فوز الحقيقة امام شباب بلوزداد اللي لعب على ارضه ووسط جماهيره ده قبل المباراة وحضراتكو تفتكروا كانت الناس تعد تقولك ايه ام حنكسب اتنين ولا تلاتة فيه ناس كانت بتقول لي هذا الكلام وناس تقول لي اسلام اصله ده فريق يا جماعة انا كنت دايما اقول لحضراتكم هذه الامور يا جماعة المباراة دي صعبة جدا صعبة جدا انا لو مكان الفريق اللي بيلعب لو انا مكان اللاعبة اللي بتلعب في شباب بلوزداد هعمل ايه هموت نفسي بلعب بطل القرن بلعب بطل القرن بلعب النادي الاهلي فعايز اعمل ايه لو كسبت الاهلي حبقى الاول حبقى الاول ولسه فاضلي تلات مطشاط او مطشين فعشان كده كنت بقول لحضراتكو دايما ان المطشط دي صعبة صدقوني المطشط دي صعبة مطش ميدياما اللي جاي يقول لك اصلي ميدياما فريق مش والله هتلاقوه مطش أصعب من مطش شباب بالأزداد لانه ميدياما لو اتغلب هيبقى برا هتبقى ما بين الأهلي وما بين شباب بالأزداد فميدياما عايز يكسب الأهلي عايز يكسب بطل القرى عايز يكسب بطل القرن نفس الكلام يا جماعة بالزبط فعشان كده دايما كنت بتكلم مع حضراتكم يعني الناس تقول لي اسلام انتصلك مسعب المطش قوي وهذه هي الحقيقة انا بقول لحضراتكم الحقيقة على قد ما بقدر او دايما ما باجا تكلم مع الجمهور بقول الحقيقة مش بقول اللي انا حسه لكن انا بقول الحقيقة لانه الواحد يا ما شاف مباريات زي دي ويا ما لعب مباريات زي دي مع النادي الأهلي ومع المنتخب ومع غيرهم فعشان كده المطشط اللي زي دي الناس بنلاقيها والله كنت ألعب اباك لوفت التفرج overly maths واتفرج بايعمل تول الماتشة بتحركش اللي بيلعب ضدي في الفرقة عليه ضدي يعني كنت تبالعب في الآلة بكلم في افريقيا في الماتشة الافريقية ال showed uisso بتفرج على الشرايط اللي عندي كل لك LISA بقا فيديووات ساعتها و SEvu hey اللي هي عارفين الحاجات دي مش فلاشة بقا وبتاعة فما كننا نعد نتفرج كنت ألاقي اللي Leave the balance اقول ايه وانزل الطعو أنزل الملعب بيأكل اسمها بيأكل أناكل الرجل كنا احنا دايما نقولها لعبت الكرة يقولها دايما مصطلح بيأكل أناكل مموت نفسه ومبهدر يعني مش عايزة أقولها حضراتكم ليه؟ لأنه بيلاعب نادي الأهلي بيلاعب نادي الأفضل بيلاعب نادي الأكبر قريا بيلاعب نادي الأهلي اللي هو أحسن نادي في أفريقيا بيلاعب بطل النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية وبالتالي بتلاقي الناس مختلفة بتلاقي اللعبة مختلفة تفرجوا على المطشات اللي جاية للفرق اللي بتلاعبنا وشوفوا هتبقى عاملة إزاي نادي الأهلي لم ياخد أي مباراة رسمية من يوم 28 ديسمبر من ساعة بطولة السوبر المحلي لو تفتكروا لكن على الجانب الآخر بطل الجزائر كان شغال بيلعب مطشات الدوري خاض شعبت القبائل خاضوا العديد والعديد من المباريات جاهز واضح طبعا المطش واضح مش عايز أتكلم عن المباراة لأن المباراة واضحة أي حد شايف المباراة يقول إن إحنا كسبنا بياسر مجموعة خط الده ياسر إبراهيم ومحمد عبد منعم ومعهم يهاني طبعا ومعلول ومن وراءهم مصطفى شبير ربنا يحفظه ولكن رغم كل اللي إحنا بتتكلم فيه ده الأهلي قدر يحافظ على صدارة هذه المجموعة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة